تتولى تحذيرات دولية من شبح مجاعة غير مسبوقة في منطقة القرن الأفريقي من المحتمل أن تشمل اليمن أيضا في الشهرين المقبلين إذا لم تسقط الأمطار أو تبدأ الأنهار في التدفق بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية وزراع الفاو فإن موجة جفاف تضرب الصومال وبعض مناطق القرن الأفريقي لم تشهدها المنطقة في تاريخها أدت موجة الجفاف إلى تراجع منسوب مياه عدة أنهار في منطقة القرن الأفريقي خاصة في الصومال وجيبوتي ومناطق في كينيا بينما جفت أنهار أخرى بشكل كامل السبب الآخر لأزمة جفاف الصومال هو تغيرات المناخ التي ضربت القرن الأفريقي بظاهرة النينو وهي ظاهرة تيارات البحرية الدفئة التي تؤدي لجفاف الجو وامتصاص الرطوبة ما يمنع تساقط الأمطار في مواسمها بحسب الأمم المتحدة فإن نقص المساعدات والجفاف وتغيرات المناخ تثير المخاوف من تكرار سيناريو المجاعة التي ضربت منطقة القرن الأفريقي في الثمانينيات والتسعينيات وأدت إلى وفاة سبعة عشر مليون شخص في السودان وكينيا والجيبوتي تدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الإسراع في توفير مساعدات مالية لمواجهة خطر المجاعة في منطقة القرن الأفريقي ومما يزيد من المخاوف من المجاعة الكبيرة هو شح المساعدات الدولية وارتفاع أسعار الغذاء على المستوى الدولي وفي حال تعرضت منطقة القرن الأفريقي للمجاعة فإن الأطفال معرضون للوفاة على نطاق لم يحدث منذ نصف قرن بحسب تقدرة اليونسف نقاشا لكل أسباب هذه المجاعة الاستعدادات والتحركات الواجبة كذلك من القاهرة ينضم إلينا الخبير الاستراتيجي بالجمعية العمومية لمنظمة الفاو البروفيسور نادر نور الدين بروف نور الدين أهلا بك معنا على سكاينيوز عربية في هذه الساعة وتكهنات الأمم المتحدة تضرب بمستقبل القرن الأفريقي عرض الحائد إلى أي درجة تأثرت دول هذه المنطقة وستتأثر بموجة الجفاف هذه نساء الخيرات طبعا التأرير صحيح تماما لأنه منذ الشهر الماضي والجفاف يضرب السومال ويدرب جيبوتي ويدرب جنوب إثيوبيا وشمال كينيا وهي دول القرن الأفريقي هناك نهرين بينبعوا من إثيوبيا أجبلية وجوبة وتجهوا إلى السومال يكاد يكون النهرين جفة هذا العام وحدث تراجع كبير في تدفقات مياه نهرين أجبلية وجوبة المتجهين إلى السومال أيضا ظاهرة النينو التي تحدث عنها التقرير سليمة تماما فطائرات البحرية الدافئة والرياح الساخنة المصاحبة لها تؤدي إلى جفاف الرطوبة وبخار الماء من الجو وبالتالي لا يصعد بخار الماء ولا تتكون صحب بنسميها الصحب الرأسية أو الأمطار الرأسية التصعودية نتيجة ليسعود بخار الماء ثم سقوطه مرة أخرى في نفس المكان إذن هناك جفاف مزدوج هو جفاف تأخر الأمطار لغم أن هذا هو موسم الأمطار لأن هذه المنطقة ذات أمطار صيفية تستمر حتى نهاية نوفمبر وديسمبر لم تأتي الأمطار هذا العام جفت النهر اللي ما بين إسيوبيا ومتجه إلى الجبوتي نهرين متجهين إلى السومال جفة نهر أومن متجه إلى كينيا جفة أيضا فمن هنا بدأت الأمم المتحدة تقول أن مغزون هذه الدول الفقيرة من الغزاع عادة لا يتجاوز ستين يوما لكن أي هذه الدول الف نوردين ستكون هي الأكثر تأثرا الصومال أولا تليها اليمن على الجهة الأخرى في المنطقة العربية ثم شمال كينيا وجنوب إثيوبيا ويمكن كما ذكرت التقرير أنه في التمانينات توفى نحو 17 مليون وانضم إليهم شرق السودان في ذلك الوقت وفي التسعينات تكررت إذن هذه هي منطقة تكرار نوبات الجفاف والقحت ودائما ما تحدث في هذا القرن الأفريقي بمأنها منطقة تكرار لموجات جفاف وقحت كما تقول بروف نوردين وعتذر المقاطعة لماذا لم تكن هناك تحركات استعدادات دولية بذات حجم الكارثة منذ السنوات ويتم الحديث عن تغيرات مناخية كبيرة وكبيرة جدا لماذا لم تحدث تحركات سابقة وما سبب بطء التحركات الآن؟ هو برنامج الغذاء العالمي متواجد بشدة في هذه المنطقة ويكاد يكون من أكثر المناطق التي يقدم لها مساعدات جنوب إسيوبيا الصومال كاملة جبوتي كاملة شمال كينيا المناطق التي يضربها النوبات الجفاف والتي زاد تكرارها مع تغيرات المناخ هذا العام الوضع مختلف عن أزمة روسية الأوكرانية ارتفاع أسعار الغذاء ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة أصبح الغذاء مرتفع التمن وبالتالي التكلفة للإمداد السريع للغذاء للمناطق المنكوبة ربما تكون صعبة حتى اقتصاديات الدول المقدمة للمساعدات جميع الدول تمر بمرحلة صعبة في اقتصادياتها فنخشى كثيرا أن الوفيات الكثيرة التي حصلت في الثمانينات وتكررت في التسعينات أن تتكرر بعد شهرين عشان كده الجهاز الإنظار المبكر لمنظمة الإغذية والزراعة قال أنه قدامنا شهرين وينفذ مغزون الحجوب وبالتالي الأطفال وكبار السن وسيدات الحوامل سوف يتعثرنا كثيرا بهذه الموجة الحادة من نسميها الظواهر الجانحة أو الظواهر المتطرفة أنه يبقى فيه جفاف مع ظاهرة نينو ومع تغيرات المناخ مع جفاف أنهار سواء النهر المتجي إلى جبوتي أو نهرين السومال أو نهر كينيا دول كلهم كأنهم تألفوا على حدوث هذه المجاعة المتوقعة وبالتالي أمام العالم شهرين لينهض هذه المنطقة ويحاول تقديم يد العون رغم كل الصعوبات الاقتصادية العالمية والجميع يشتكي من عدم وجود سيولة مالية كافية لشعوبه وليس للتبرع لشعوب الغير ما تقوله ليست هي فقط تقديرات الفاو ولكن أيضا هي تقديرات من المنظمة العالمية للأرصاد الجوي التابعة للأمم المتحدة التقاء واقتران كل هذه الأسباب مع تأثر سلاسل الإمداد الغذائية على وقع ما يحدث في أوكرانيا كل هذا بوضعه بعين الاعتبار فأي الاتجاهات يجب أن تتحرك حكومات هذه الدول برأيك سيد مردي شوفي كمان تغيرات المناخة عملت شيء صعب السنة أنها من أحد تدعيتها إزاحة الأمطار شمالا فالأمطار التي كانت تسقط على هذه المنطقة نلاحظ أن أمطار الصومال والجبوتي واليمن تحركت شمالا فضربت السعودية هذا العام والإمارات في شهر أغسطس والكويت وقطر رغم أن هذا ليس موعد سقوط الأمطار أبدا في هذه المنطقة التي يبدأ الأمطار فيها في شهر نوفمبر إذا أحد تدعيات تغيرات المناخة يمكن برنامج الغذائي العالمي طلب إعانات عجلة من دول العالم لكي يستطيع أن يقدم مساعدات عجلة خاصة للصومال وجنوب إثيوبيا ولكن حتى الآن لا استجابة من الدول المتقدمة التي تمتلك المساعدات وإن كانت الولايات المتحدة قد ربحت كثيرا من أزمتها ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء لأنها تصدر نحو 28% من صدرات الغذاء العالمي بالإضافة إلى أسعار البترولة دولة مكتفية وتستورد وتحافظ على مخزونها الاستراتيجي إذن نحن أمام مأساة كبيرة تصل إلى حد الكرايسيس ونأمل من دول العالم أن تلاحق وأن لا تكرر وفيات الملايين كما حدث في تمانينات وتسعينات القرن الماضي لأن الوضع جد خطير وأن عدة أمور كما أوضحنا سواء غياب الأمطار غياب الأنهار الجارية غياب المياه الجوفية وظاهرة النينو الحارة تؤدي إلى زيادة الطلب على المياه المزرعات لا تجد مياه للرأي لأنها منطقة جافة وبالتالي لابد من تقديم مساعدات إغلافة عاجلة إلى هذه المناطق يعني أفهم منك أنه لا سبيل احتواء هذه الكارثة الإنسانية التي تطل برأسها في منطقة القرن الإفريقي باختصار سمحت بروف نور الدين صديقتي العزيزة لا أحد يسيطر على المناخ ونحن دائما نقول أن التأقلم مع تغيرات المناخ هو تقليل الأضرار واجعلها محتملة وبالتالي بدل طالما أننا لا نستطيع أن نقتله فنريد أن يقتلنا هو ولكن أعتقد أن تغيرات المناخ في القرن الأفريقي واليمن صعبة للغاية وستسبب في قتل العديد من البشر مثلها مثل الفيضانات التي ضربت باكستان والفيضانات التي ضربت شرق السودان وأدت إلى وفاة مئة شخص مرادي ربما تكون الوفيات بالملايين إذا لم يستطيع العالم التغلب على صعباته الاقتصادية وإنقاذ حياة البشر في القرن الأفريقي من القاهرة الخبير والستراتيجي بالجمعية العمومية لمنظمة الفاو البروفيسور نادر نور الدين شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات